السلام عليكم ومرحبه بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم ان شاء الله جوستي هي اللي حتقدم لكم الوصفه انتع نهار اليوم اللي هي كبدة غنمي بالخضر عالطريقة التركية وقبل ما نبدأو في الفيديو انتع نهار اليوم اذا كان عجبوكم نوع من هذه الفيديوهات اللي عجوستي تقدم لكم فيهم الوصفات انتوحهم خليوا لي في التعليقات باش هكذا مرة على مرة نشاركوكم بالوصفات من يدها مباشرة نحو نشوفو معاها المقادير وطريقة التحذير اول حاجة بدات بها دارت في مقلاء على نظمة وسطها دارت تشحم انتع الزعكة الغنمي كان في الكونجيلاتور جبدته قطعته مربعات صغار وتقعد تقلب في هكذا وتضغط بهذا الطريقة اللي راه يدير فيها بالمغرف حتى يخرج كامل هذا الزيت اللي في الشحم قلت لي بهذا الطريقة يكن طيبو الحم والله كبدة طيبوها بالشحم انتع الزعكة الغنمي راح تجي بزاف بنيناخر من طيبوها برك بالزيت والله وبالزبدة هنا بعد ما شوية هذك الشحم بدا يطلق و يخرج عفون الزيت نتاعه ملحاته دارت حوالي نصف مغرف صغير انتع قهواملح وكملت تضغط هكذا بالمغرف باش يخرج كامل الزيت هنا بعد ما فاتت مدال الشحم هذك يتبدل لون تاعه روي طيب وطلق بزاف ولا طلق كميه لابس بها من من الزيت دوقات توريو لكم اكم شفتو الكميان تاع الزيت هذك اللي طلقها هذك الشحم ذرك هذك الشحم ما تحتاجوش تنحيه تخلي برك الزيت اللي طيب فيه الكبدة وحنا هذك تدير الكبدة الكبدة غنمي هذي حوالي كيلو وعقيل مقطعها مربعات صغار كما ريتباني لكم دارت هذو كاف هذك الزيت انتاع الشحم وتقعد ذوقها على نار متوسطى راي تقلب في هذك الكبدة في الاول الكبدة هذيك تدقلها شوية في هذك الشحم ومتنحيش يدها يعني مرة على مرة وهي تقلب فيه هكذا حاولت ما نحيلكمش المقاطع بزف باش تشوفوا معانا الطريقة هكذا بعد ما قلبتو تغطي هذركها شوية هكذا وتبدأ هذيك الكبدة ثاني تطلق في المنتحة تخليها في الاول بركة طيب في هذك الزيت والبخار انتاع الكبدة بعد ما تغطيها لها هكذا مرة على مرة تقلبها وتغطيها هنا الكبدة تبدل اللون تاحها يعني را هدخلها شوية طيب هنذا كتزيد حوالي مغرف كبيرا تعمك له اه زيت زيتون ودركات ملحة عادي دارت حوالي مغرف صغيرة انتع قهوة ملح كم تشوفتو هنا الكبدة بعد ما غطيت عليها طلقت المنتحة تخلي هذيك الكبدة طيب في الماء في الاول يعني في المنتحة ما زادتش حتى ما بعد ما طابت هذيك الكبدة في الماء ينشف شوية تخلي برك شوية فيه كما رايتبين لكم وهنا يا ندركة تدير البصلة هنا دارت البصلة متوسطة الحجم قطعتها شرائح هنا قطلي قطعوها كما يحبو قطعوها شرائح ولا مربعة صغر تخلي تدركها هذيك البصلة مع الكبدة حتى انتذبها لشوية وتادت هنا يا حاولي مغرف وصغير انتع قهوة زبدة تخلطها ذو كرام نليح مع هذيك البصلة وتغطيها تخلي البصلة في الاول حتى انتذبها لشوية بعد ما تذبها للبصلة تزيد هنا يا راس نتعفل في الاحمر طرشي وراس نتعفل في الاخضر ثاني طرشي يعني حلو اتخلطهم دركة هكذا مع هذيك البصلة والكبدة حتى نطيب هذيك الخضرين البصلة اللي درتها والفلفل الحمر والفلفل الخبر بالنسبة للتوابل دارت فلفل الحمر حار ودارت فلفل الحمر حلو دارت فلفل الحمر حلو دارت كمون ودارت فلفل الكحل وعندهم واحد التابل اللي هو اسمه ياني بهار اللي احنا نقولولو هو راس الحنو تيجي من نوع فيه البهارات بزاف والتوابل بزاف هذو هما البهارات ودارت ثاني زعتر زعتر بري ماشي زعترة خلطت دركة هذوك التوابل هنراه كانت الكبدة طابت والخضراء هذيك طابت خلطتهم شوية برك وطفات على المقلع وهذه هي الكبدة هنيا بعد ما طابت وطابت هذيك الخضراء كما علم بان الكبدة يعني ما تديش وقت بزاف طياب انتاحة وبركه انا خليتلكم المراحل كامل باش تشوفوهم وشفتو هنالكبدة الطيب بنا شوفها والطيب بزاف ابنينا يعني صدقوني بهذا الطريقة راه يجيب بزاف ابنينا خاصة بهذا كشحم تازعكت الغنمي هذي هي وصفتنا لنهار اليوم وهنا كنا وصلنا نهاية الفيديو وكيما قلتلكم اذا اجبوكم وصفات من هذا النوع اللي هي تقدمكم فيهم الوصفات خليولي في التعليقات هكذا باش نشجعوها ومرة على مرة تدير معايا وصفة هنما بقاليغي نقولكم انتظروني في فيديو لاحق ومع السلامة اشتركوا في القناة